هاAM..مش عدك طبيت؟ تحب المشاكل مو؟ تريد تشمت بالعالم مو؟ ادري اقدر احنا شعب نموت عشاء ماتة niño ترى ان احد علينا أن يح Elashare ينظروا بالشي؟ العائلة كلها بتصدف الوقت الكثير بالشهر يتمون بديتفكر بديتفكر وصف دعينا دعي رابع الهري dürعنا هذا الطبع سرقال تخيل بتعمك طلقها زوجه لان رأيك بالوأخذ ان ننتج للج ويكون علج بكل العائلة حتى اذا كان زوجها متبلغ عليها هاي إحنا العرب وبالأخص المسلمين أو المدعين إنه هم مسلمين لأن الإسلام بريء من هاي السوالف عموما بما أنه أنا صرت أبوكم الروحي والخاص مالتيومية قامت تجيني ألفين مشكلة يعني حرفينك وناس يمسوا يا الخاص ماتي دفتر مع المذكرات تجيب وتكتب بي شي صروا ياها عموما اليوم حبيت أشوف بي مشاكلكم قبل من بلل شون رأيكم بالخلفية صاير بيها بصفار يلا حبيبي سماعتك بذانك وتروح تقعد وحدك وتجيب حلويات نساتي لتبوسة أي شي وتباوى على وجهي الميشبع منه صار لي هوا ما قال لكم هاي الكليشة أول مشكلة وصلتني تقول ما عندي مشكلة بس طلع تعليقي أوكي هس وبعدي شي استفادية تهسة من يقول هذا أنت يا غبي ماكو لا اسم ولا صورة أنا بس أريد أشوف رد فعل العالم من أن تشوف تعليقك وإنت مو قادر تثبت للعالم أنه هذا أنت يمو والله طلع تعليق هذا شوفي يمو يمو شوفي هذا هذا إيه أنت فين فين حموشي علي شوكر طلع تعليق والله العظيم شوفي هذا إنت فين إنت فين من يقول هذا أنت الحمد لله طلع تعليق الحمد لله أنا فين أنا فين مخك مخك هذا حطلة دهن أنت تذكرني بأيام زمان من شتة تسوي بث مباشرة على الانستجرام والناس تكتب لي على الله واذكر اسمي حسن اذكر اسمي حسن شمعني حسن ما عرف يجعل بالي أعتقد واحد كان غاثني بهذا الاسم وليه اسم أطبوع بدماغي شونك حسوني حسن من يقول هذا أنت حسن اللي أنا جبه الطارية السلوقاي اللي اذكرني أنا اسمي حسن ابن جويسم ابن خالي اسمه ستار اللي بيتجواريني اسمهم أم غانم هاي صغير حقا يطلع واحد صدق هيشي اسمه بهاي الطريقة مرة حتقول لي واذكر اسمك بذاك الوقت انت مقصود بس ما لتكتب لي ذكر اسمي حسن حسن وذكرته وصار هاي بمكان ما تسألني اسئلة برأسها حظ فاتضح لي أنه هذا اللي داز لي هاي الرسالة أو هاي المشكلة اللي هي مو مشكلة انه عنده مشكلة بس ما يعرف شنه هي اللي هي الغباء فراح أحل لك هاي المشكلة كيف يتخلص الإنسان من الغباء شوف أخي المؤمن الغباء هو ضعف القدرة على الفهم والتعلم والتصرف في الأمور مقابل هذا الغباء اكو شي اسمه الذكاء وهو عبارة عن حل المشاكل وحسن التصرف والغباء ممكن يصير عند الإنسان بشكل مكتسب أو بشكل فطري مكتسب معناها أنه أنه أنت مولود طبيعي ومن كبر الصرد غبي وفطري معناها أنه أنه أنت مولود بغبائك وأنا متأكد أنه غبائك فطري مولود بي فالغباء يكمن في انعدام الرغبة في المحاولة وعدم المثابرة على عدم طرح بدائل للمشكلة ويقول ألبرت أنشتاين أن الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الإسلوب وانتظار نتائج مختلفة وبما أنه قلت اللي دزيت لهذه الرسالة ما قاعد تفتمشي من هذا التمضرط فأريدك تروح تأكل زبيب روح أكل زبيب معرف هذه المعلومة سمعتها من نمي مدر من نبوية مدر من حشيرتي معرف أنه الزبيب يذكي فاختصرت لك أروح أكل زبيب اللي بعده أنا مشكلتي أستحي أسلم على الخطار اللي يجون بصراحة أنا هم شنة هيشي من شنة مراهق بعدين صفنت قلت هو جايني خطار المفروض هو لي يستحي مني مو أنا لا أستحي منه لأن هو جاي ببيتي يعني ببيتي وأنا أستحي فكر من هذا المنظور أذا عددك يجحاله من راح تفكر بهذا المنظور راح تحس أنه أنت أسطورة فالمفروض الخطار هو يستحي مني أنت أسطورة أنت صاحب البيت أقعد وتمدد بنص الصالة شوف تحلم لازم شخصيتك تقوي أذا شنت ابنية أو شنت ولد فكر وأعرف أنه أنت صح ما تقدر تسوي هذا الشي بشكل مفاجئ أذا كانت شخصيتك خجول من زمان ومعود أهلك على هذا الأسلوب ومعود الخطار على هذا الأسلوب فما تقدر تكون جريء فجأة لأنه أهلك راح ينصدمون منك صح؟ يقولونش عجب اليوم بلنا سلم على الخطار لاو كمالا قاعد يمهم بص صالة بس عادي هاي أول مرة بالمرات الجاية يتعودون حاول تفرض شخصيتك حاول تقول أني إنسان إلي وجود أني أشغل حيز بالفراغ أو أني أشغل حيز بالصالة على القنفة ما أخذ مكان تعطف تهم؟ أخذ مكان على القنفة خلي اللي ينصدم ينصدم العلم كم هذا سبب ما أحد مركز عليه أكو حتى ناس تستحي تصلي تخيل تستحي تصلي بحيث هذا اللي يستحي يصلي يقول هس أهلي شي يقولون علي مندي يشوفوني فجأة قيمة أصلي فما يصلي مع العلم هما بداخلهم رغبة للصلاة لك بابا هاي شخصيتك ابنيها وطورها وما لك علاقة بالعالم خلي أول يوم يومين يحشون ويتفاجئون وبعدين السلفة تصير زلاطة وعادي كلش وهذا الشي نقدر نسميه الخجل على فعل الصح وهذا ما تلقى بكل مواقع التواصل للاجتماعي ما تلقى واحد حاجة به بس ثاني هذا القانون اللي اسمه الخجل على فعل الصح لازم تكسره اتوخره من حياتك لان قاعد يقيدك عن كومة شغلات انت تريد تستمتع بيها اكو حتى ناس طبوحهم خجول تجي لحظات يريدون يعني يشاركون بالسوالف وبالنقاش بس يستحون ليش لان يقولون شو يقولون علي اهلي لان انا 24 ساعة خجول وهادئ شو يقولون علي منا تفاعلوا يوم بهاي الطريقة اكو واحد يتمنى يبوس ابو مثل ما اخو يبوس بي بس ما يقدر لان هو مقضي طول حياته ما يبوس بابو فهنان شنو اللي يمنعه يمنعه قانون الخجل على فعل الصح تدرون هذا الشي هو نفسه نفسه اللي يخليكم تستحون تعايدون اهلكم بالعيد من اليوم قولاني ما استحي مو ما تستحي معناها انه انت تتجاوز وتشفص لا معناها قولاني من اليوم انسان ثاني انسان اسوي شكو شي بنفسي اسوي انا شخصيتي قوية وانتو الاهل عيني بطلوا هذا الاسلوب اسلوب التعجب والاستهزاء بطلوا مالهاش عجب شو صاير الصلي هاي بمكان ما تشجعوه دماغكم بي جيمر كالا خربان دماغكم بينومي بصرة بتشريب بايت صال لشهر اللي بعدو من كثر ما اهلي متعصبين كراهت كل شي بحياتي حتى الدين عفته وصرت ملحدة الدين شعلية تعاي تعاي بابا تعاي 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 الدين شعلية لا والله جديات هاي هذول الملحدين الزعاطيط تخيل يصر ملحد لان صديقة عافة وات او يصر ملحد لان اهلا موخوش ناس الدين شعلية الدين شعلية فاهمني شوف كل ملحد ما صار ملحد الا ذا تعرض الموقف بحياته وهاي قاعدة ينكروها هم وتقول لي ليش صرت ملحد يقول لك والله انا صرت ملحد لان ما امن بوجود الرب يا بل يش ما تؤمن بوجود الرب يقول لك لان انا اكتشفت كان مضحوك عليها طول هاي السنين مع العلم تلقى السبب الرئيس اللي دفعه على الالحاد هو ابوه كان يكتل بيه او مثلا فاشل بحياته او شاف للشيخ متدين قدام الناس وبالواقع هو مو خوش انسان طب ضرب كل الدين بعرض الحيط ما يعرف انه هذي الشخص ديمثل نفسه ما يعرف انه اهل اللي ديئذو وهم ما يصلون ما يمثلون اللي نفسهم الدين ما لا علاقة ورب العالمين ما لا علاقة فاسباب الاحادهم هي امور دنيوية عادية تصير لأي انسان والدين ما لا علاقة بيها يعني هستي اهلك متعصبين احتمال الله بتلاش بيهم الدين شعلية وبعدين انتي كاتبة كرهت كل شي بحياتي حتى الدين عفته وصرت ملحدة معناها هالشي انتي مو ملحدة لان انتي قلتي عفت الدين يعني انتي ما عديش دين ولا ديني يختلف عن الملحد شوف الجهل مو طبيعي يعني حتى بيوم اللي تريد يصير بيه ملحد فاشل ما يفرقون بين اللي ما يؤمن بالأديان وبين اللي ما يؤمن بالرب والأولى مصيبة والثانية كارثة بزعاطيط شا تسوي لهم شاكوا واحد دي يتعرض المواقف مو زينة بحياته أو أهله مو زينين ويا حالة المادية مو زينة واضع الحالي بخربط كل هذا امتحان من رب العالمين أول شغلة تسويها بحياتكم من تمرون بهيش مواقف أنه تتقربون لله سبحانه وتعالى ثاني شغلة تسويها تصبرون لأن الله سبحانه وتعالى دائما مع الصابرين لا تتوقع رح يخليك على نفس حالك بس دي يختبر صبرك لأن حتى ذا أهلك مو زينين فهم ما دا يميلك لازم يجي يوم وتكون التسييد قرارك بعد ما حد يتحكم بيك يكونون أهلك أدوا رسالتهم وراح تشتاقلهم بيوم من الأيام صدقني ما رح تلقاهم يمك اللي بعده أهلي يجبروني ألبس حجاب شوفوا تبقي على صفحة خلى وجه رسالة للأهل وبعدين أرجع لك شوفوا أنتو الأهل مليون بالمية أكثريتكم مو كلكم أكثريتكم من فهمين بدكم أنه هي ليش تتحجب حجية ليش البنية تتحجب سؤال ليش الدين الإسلامي فرض الحجاب على المرأة ليش ما تعرفين غير الستر الستر ما هو الستر ما ما تعرفين الستر هو الله من فرضه على العالم قالهم ستر وخلاص لا بيكون أسباب الحجاب بس بالعنف بس بالعصبية أبو جبار هو شفتهم أبو جبار أنتو أصلا ما تخلون بيتكم تطلع بدون حجاب ليش لين تستحون ثلاثة أرباعكم تستحون حرفيا أنت الأب أو أنت الأخ تستحي أختك تطلع بالشارع ليشوفوها جماعتك بدون حجاب ويأخذون عليها نظرة مو زينة مع العلم اللبنية ما ينقاس شرفها باللبس أو بالحجاب أمور الشرف تختلف عن الأمور الدينية هاي أمور دنيوية وهي دينية الله فارضها منفرضها لازم أكو بيها سبب مقنع ما هو السبب المقنع فالله منفرض الحجاب ما فرضها على مود نظريتكم اللي إتوا فاهميها غلط شوف بأعركز عليها شلون تقنع بدك الله منفرض الحجاب على المرأة المسلمة فرضها حتى يكرمها را تقولي شون شون يكرمها وات وات وانت فرت وات شون يكرمها يكرمها ويخليها غالية ومو أي شخص يقدر يشوف مفاتنها الله منفرض الحجاب على المرأة المسلمة فرضها عليها لأن هي غالية عكس البنات الأوروبيات اللي تقدر تشوف كل شي بيها بدون ما تسوي زواج ومهر وعرس وزفة كل شي تقدر تشوف بيها فبشكل عام رب العالمين رادي يحصن المرأة المسلمة وخلوها ببالكم أنتوا الأهل أذا ما تحببون بيتكم على الحجاب وتخلوها تلبسة عن قناعة راح تنزعى بعديا يجوز من تطلع تنزعى بدون ما تدرون أو يجوز بعديا تتزوج رجال عادي عنده أنه مرته تنزعى الحجاب ما يجبرها فأدتوا هسا الأهل السويتوا كوش ما سويتوا يجوز باتش العقبة من التقطقوهن وتودعون هاي الدنيا تنزعها السويتوا ما زرعتوا فكرة الحجاب بقلبها ما حببتوها بي بس اجلد نمسي الحجاب بس هاي فبنتك لازم يتحببها بالحجاب قبل ما تجبرها وبالنسبة للبنية تعالي جدورش تعالي تعالي بابا تعالي بعيدا عن نهلك تركيهم اسمع كلامي ترى هو الله سبحانه وتعالى بنفسه فرض عليك الحجاب مو أموك و أبوك فلازم اطيعين رب العالمين هي هاي حريتك انت اللي راح تتحاسبين اعتبريني مثلا أبوك لأنني بيوم من الأيام اذا الله رزقني ببنية راح تشويها نفس هذا الحجي فالله فرض عليك الحجاب على مو دي خلي عندك كرامة تكونين مميزة أكس باقي البنات فمو أنا اللي أفرض عليك واذا قدتي مرايدة تلبسي فرح دائما أنصحك عليا بس ما أجبرك وأضربك عليا لأن ما راح استفادش شي ولا قدتي راح تستفادين شي أذا قدتي مخصوبة عليا وقدتي بداخلك مرايدة حتى أجر ما راح تأخلي يعني شو وين الفكرة وين الفكرة أذا قدتي مخلوقة بيخنق وقدتي ما حصلت أجر وبدش بس تنزعي بس ما تقدرين لأنه خايفة منه من عمو خايفة من خالو خايفة من أخوية ما سويت شي حالش حال نازعته حرفيا ولأعبالكم أنتوا أخدتوا أجر تردتوا كل شي ما أخدتوا أنتوا لأهل من فرضتوا عليها بالقوة كل شي ما أخدتوا لأنوا ما وصلتوا لأهل رسالة الحجاب ليش اللبنية أصلا تلبس حجاب فعموما باعي علي أنت اللي راح تتحاسبين مواني لأن هو خير إلتش مو شر إلتش الحجاب أكو ما قوله تقول الحجاب حجب للإنوثة لا حجبا للحياة اللي بعده فتشر فتشر شون تنصع مثلي فتشر بابا بعدي حتى ما نخلف أعلم بيك لك شون التعم نماغ نايم مجييم مجييم مش عرفكم البنات الله غير حلو البنات يتحجبا من وراي تردت يكون وحدة أبوها يتوسل بيها بس بس يريدها تتحجب ومن شافت هذا الفيديو تحجبت اللي بعده مشكلتي بنات عمي 24 ساعة يعفطن ولعبت نفسي منهن فدوق نحن هن يتابعوك يعني مش عرفكم وكو بنيت عفط وين الرقم البنات وين الخجل وين الحياء أنا على فكرة سامع هواي ناس يقولون نسبة الكلام القبيح عند البنات أكثر من نسبة الكلام القبيح عند الولد هاي مني يجمع البنات وحدهن أكيد إنه ما يحجن هذا الحجي يمهلهم لا بس مني يكونن وحدهن طالعات أو بالجامعة يسولفولي تقولولي ترى البنات عندنا الفاظ كلش ما حلوة أكثر من الولد تخيلوا وهي أكثر من واحد تسولف له هاي السالفة معقولة يعني يعني حرفيا أنا ولد جماعتي اللي أطلعوا إياهم ولا نتلفظ كلمة محلوة المشكلة أنا جماعتي كلهم أكبار بالعمر وهي حالاتها من أنه إنت تطلع ويا ناس مثقفة أكبر منك عندهم أولاد ومتزوجين حالاتها أن أنت طالع ويا ناس ذقال فعرف أنت كابنية شلون تمشين ويا ناس الصح حاولوا تبتعدون عن صديق السوء سواء كنت ابنية أو كنت ولد لا تتمضحك من تسمع صديقك يتلفظ هاي الألفاظ البيئة وخصوصا أنت ابنية يعني معقولة يعني مفروض تنقطين نزاكة متعفطين شوف هس راح يجي واحد يقص هايا ويحط الموسيقى مع تشقلومبا اللي عفطت بيها شوف خلي فهمكم أصلا أغنية تشقلومبا من غنيتها تشنت داجر بالمايك وعفطت بي ولا تقول لي ليش عفطت بي ما عرف والله ما عرف داجر بي يعني أنا وحدي بالبيت قاعد وحدي احتمال عفط وحدي احتمال ادندن احتمال أسوي ني 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 يعني كل شيء أسوي أنا وحدي بالغرفة يعني كل شيء أسوي بس هم شيء ما أسوي قدام العالم بس المشكلة أنا سويت الكارثة الكبرى العفطة سماعة كل الشعب العراقي احتمال المصريين وما أدري يا أخي ما أدري شكو كانوا بدماغي بس أنا ما أعفط شباب والله العظيم ما أعفط يعني بطبيعتي أصلا يعني أكو واي شباب بشار أشوفهم يعفطون أنا موهي بعدين نقدر نعتبر انه أنا غلطة واني مو معصوم حتى تقعد داما تلزم علي لزمة شونا عبالك أنا نبي احتمال بالمستقبل أغلط ما بي شيء أنا إنسان والإنسان الطبيعي من عوايده يغلط بس العيب منه أنت تغلط وترجع تكرر غلطك لا هناك أنت معرض للانتقاد بس ما يصر تنتقد شخص كان شيء وصار شيء يعني تفتهم الإنسان حالاته من يتعظ من غلطه شوف هساني محتوية قبل شلون كان شوف هسا شلون صار هاي ذكر مرة شين الداءة تمشي كان تجيني أمرية قلتلي انت فيديوهاتك كلش حلوة بس لو اتوخر العفطة من الأغنية لأنه أولادي يتابعوك ودي يتعلمون منك فأني من يوم قلت ما يصير أنزل أشياء شلون ما كان لأن أنا شخصية مؤثرة أكو ناس تتأثر بكلامي فأني داحت شاذل حتش وكأنما أنا غلطان ما أصب ما عفط يا المشكلة شوف عفطني ذاك اليوم ما أعرف مو ذاك اليوم قبل أربع سنين يمكنهم بسوي الأغنية قلت جرب المايك وشغلت موسيقى قلت خلي سوي برنامج جديد اسمه شقلومبا تمام فطلعت موسيقى هيت شي لحن فشل عدي مايك جديد شكلت دا جربة فشغلت الموسيقى وحطيتها وقلت شقلومبا لومبا طيط وهاي صارت الأغنية شوفيت هراهما قلت لي أنا مشكلة أنا قاعد أتطور شباب أنا كل مدى أكبر عقلي قاعد يكبر أحسه أكو ناس عقلهم هو هو لوش قد ما يكبرون ما يتطورون لا أنا من النوع اللي دائما أقرأ وثقف نفسي ودائما أنه أحب أسمع آراء العالم دائما أقولهم شون رأيكم بي شون رأيكم بهذا الفيديو فيطوني سلبيات وإيجابيات السلبيات أدقق عليهم بحيث بهاي الفترة قضيت على كل السلبيات التعليقات قامت كلها مدح وشكر وعشتيدك واستمر بعد قلة ناس تنتقدني نهائيا يعني نسبة التعليقات الإيجابية 95% والخمسة بالمية ذولة السلبي فالإنسان لازم يتطور ما بيش أنه نغلط بحياتنا نسوي شغلات محلوة بس لازم ما نكرر الغلط اللي بعده مشكلتي من أروح للشغل أبو المحلي يقوم يصيح علي لين أتأخر شا سوي لا تتأخر تتأخر شا تسوي يعني لا تتأخر يعني خطية الرجال شا يسوي حط نفسك بمكانة أنت تجي تشغل عامل وهذا العامل يتأخر شا تسوي لك فنصيحتي إليك لا تتأخر لأنني لو بمكانة كان بطلتك والله عمي زيني بشغلك وتتأخر لو ما عاجبك اللي بعده لا عز نفسي من دولة اللي يسوون أعمال ما السحر واقف بواب ينباب الساحر كل ساعة طبوا بواحد اللي بعده عندي مشكلة أحب شخص بس ما يحبني شا سوي أوي أوي تحب شخص بس ما يحبها أوي شوفوا شوفوا هايش كتبتلي شوفوا مشكلتي حبيبي ما يحبني أوي لعد شلون صار حبيبك هذا ما يحبك أوي شنو أسوي أنساه لو أعوفي وشنو الفرق بين أنساه و أعوفي لا لا تعوفي بس انسي أوي قلتش انسي بس لا تعوفي أوي يعيني يحبن يحبن شخص ما يحبهن أوي أخي الله ما عرف شعي ما عرف شعي ما عرف شعي شيئاكم وقيت له دارسين عن الحب أخي يعني أعفط والله راح أرجع أفكها أعفط شوفوا أنتو ما يفيدوا إياكم لأن آني صار ستين مرة أعيد نفس الكلام بس راح أعيدة من باب الفائدة أكو ناس ادزلي مشاكل أصلاً آني مجاوب عليهم ومجاوب عليهم بالحلقات السابقة ما عرف يعني أنتو ممتابعيني أنتو متابعيني ممتابعيني لو تريدوني أجاوبكم على مشكلتكم وعبالكم مشكلتكم تختلف عن المشكلة اللي هي نفس مشكلتكم اللي يدزها غير شخص مشكلة الحب من طرف واحد أنا حاتش بيها مليار مرة ودي عيدوها علي كل ساعة طبت لي وحدة أنا أحب واحد وبس هو متزوج وما يحبني أنا أحب واحد فاتميني يمي أنا أحب واحد وكل شمت عالقبي بسيعة مني مثل أخته عبالك ناس آليين ناس على الباتري باعوا خلا فاهمكم السالفة الحب الحقيقي شلون يصير من أجي أنا أريد أحب بني شلون راح أحبه فتشر شلون راح تدخل بعقلي مستحيل إنسان يحب إنسانة أو إنسانة تحب إنسان اللي يكون بيناتهم تعامل وهذا التعامل مو ألكتروني لا لازم يكون التعامل حقيقي وجها لوجه فهذا حب النت ما الناس ماكوا عقل براسها وهاي المعاملة اللي يتكون لنا الحب اللي يتصير بين الطرفين لازم يكون بيها شعور متبادل يعني ما يصير أحب شخص وهو ديعاه مني كأخ هنا إذا حبيته معناها عندي مرض نفسي لازم أروح أتعالج وهذا كلام علمي دقيق شلون أحب واحد وهو ديعاه مني كأخ شلون أحب وحده وهي أسلوب هوياي رسمي من يوم اللي عرفته الحدهسة هذا الحب ما لشفتها فات من يمي ووقعت بغرامة هاي أغاني مال نصرة البدر ومو كل شي غني نصرة البدر معناها حقيقي ماكوا يتشي بالواقع شلون أحب واحد من بعيد وهو ما نبادلني نفس الشعور وما أعرف عنه شيء وهذا هو الحب من طرف واحد الحب من طرف واحد كذبة شفناها بالمسلسلات وقمنا نطبقها بالواقع وهي ما لها وجود شلون أحب واحد ما يحبني أو أحب واحد ما معبرني وات شو يتقبلها العقل يلا قنعي شو يتقبل العقل شنون يتشي رخيصوا معدي كرامة وشن هذا بسوي لي سحر ملا أعرف يعني شنو 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 شحاط مثلا حاط المعطر السحري فات من يمي حبيته لا لا وجديات خل نقتنع فما بالك بالناس اللي تحب من طرف واحد وعنت هذا ده أقول أن من طرف واحد على الحقيقة باطل شلون من طرف واحد وعنت وات يعني إذا شلون تحب واحد وهو فات من يمك وراح وظليت أنت كل ما يفوت تصفن عليها تحبه تحشق يا عيني يا الولهان هذا مسبح وظه يسمى معجاب ومعجب أنت بشكله ومعناها إذا طبقنا هذا الحب معناها أنت تحب شكله إذن أنت ما تصرف له لأن الحب الحقيقي لازم تحب روح الشخص شوف حتى من هذه البارطة بيت لك وحبك باطل فالحب الحقيقي ممكن يصير في فترة الخطوبة وحيانا يصير بعد الزواج عادي كلش طبيعي فحرفيا الحب الحقيقي ما يصير إلا تعيش ويا الشخص وحلاتها من يكون بالحلال ديم فتشي روعة فهذا حب النت هو عبارة عن جفاف عاطفي فأنتوا البنات تلاحقوا لنفسكم وبعدين أنت مراهقات أنت مالحب وحدتش نشواربها بعدي محافتها اش جابتشن على هالسوالف انت شلبتن على هالحب الأكشر تلاحق أنت صير عن زوجات وتكرهين حتى روح تصدقيني لأن مو كل الناس هيتش تفكيرها مثل ما أنا أفكر مثلا على مودي يعرفون يتعاملون ويا زوجاتهم ترى أغلبيتهم ما يعرفون شلون يتزوجون حدث يكون ناس بتزوجين صالهم 40 سنة ما يعرفوا شلون يتزوجون الزواجهم أبو علي كله غلط وات شين الزواج هذا الممل شين الزواج هذا التعبان شين المعاملة اللي معفنة أصالوا مستين وعادي يعتقدون أنه هو هذا الزواج الصحيح تعتقد الزوجة أنه هي هاي هي هاي هاي الحياة الزوجية التعيسة السعيدة بالنسبة لها بيعتقد الزوجة أنه هو لازم يهين مرته ويعتقد أنه هو هذا الزواج أنه أبويا كاني هنا أمي فأنا لازم أقلده والابنية تقول أبويا كاني هنا أمي فأنا لازم أنهان لأنه هذا الزواج الصحيح لازم أنا ما أخذ حريتي و لازم انا ما احقق طموحي فأني كابنية لازم ابطل من دراستي و اذا شنت اشتغل ابطل من شغلي و اظل بالبيت و اخلوف 90 طفل و احنا حالتنا حالة ضيم حالها فهو هاد الزواج لازم نصبر و نركض و ايلي عيشة خباز هلاء 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 انا عبالك واحدة مطلقة تسع مرات كل شي يعرف شي تريدني خصوصا بهاي السالفة فأيتوا البنات قدام كان طريق طويل الف مرة اقول للك انه البنات مظلومات وبمجتمعنا اذا تتزوجا وانت ما عدشا وظيفة او شهادة راح يأكلوكم لانه اهلكم مدا يميلكم ومعنى هذا طلع زوجك مو خوش انسان بالمستقبل وهلك يتوفوا او كبروا وما قدروا انه يحموك راح تضطرين انه تضلين يا رجلك خدامة ما تقدرين تقول لي لا اطلقني على موض الجهالة او على موض نفسك بسبب انه انتي ما عدش مستقبل وما عدش معين فلازم تكونين نفسك وتهتميني بمستقبلك وعوفي هالسوالة في المعفنة هتمي بمستقبلك نصيحة نصيحة بعدين تتذكريني وتقومين تعظين بصابيعش ندم بس انتم ما تفكرون وانتوا الاهل يدعموا بناتكم بمستقبلهم لتبطلوها من دراستها وتقعدوها بالبيت وتظل سوي بس زلاطة هل هيتش سوالف تعبانة عن نت مجتمع كله يراد لأبديت منين ننزل لأبديت منين هذا هو السوق ما بي المجتمع ما لتني منين نتحمل لأبديت ما تعرف شنه نظامة اندرويد اي او اس ويندوز ما تعرف شنه المجتمع هذي ليش الاهل دائما يدللون الولد والبنية ما يبعون بخلقتها أصلا شوفوا هذا هم سبب يخلي البنية تتوجه الناس يضحكون عليها مثل حب النات وغيرها وهذا سبب قوي يخلي البنية تتعرف على بنات طايحات حظ يعلموها على شغلات مو زينة بسبب اهمال أهلها او تفرقت أهلها او تحس بنقص يام أهلها بسبب ان هم يفاضلون اختها عليها او اخوانها عليها لانه هي ابنية وظولاكا ولد ولد جلمة 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 لبيت زلمة شيس حب ما العلم يا البنية اكتر شي فايدتكم بالبيت فايدتك شدت الأم فايدتك التلقاب وتكون حنينة على أب البنية دائما تكون حنينة على أبوها حنينة على أمها أكثر من الولد لان هي متقرب أيامهم كلش المجتمع الشرقي يقدس الولد ويهمل البنت حتى من يعرف الرجل الشرقي انه صارت مرته حامل يفرح ويتمنى ولد ولد يتمنى ولد بس منتج ابنية يعني يعني اكوبهم يسوون روحهم فرحانين اكوبهم يضوجون شلون انا اريدت ولد اريد ولد يحمل اسمي منو اتة؟ منو اتة؟ منو اتة؟ شى تسوي باسمك؟ منو اتة؟ عساس مرح تحمل اسمك بنتك لا تريد اسمك يمتد اوكي خلفت ولد وابنك ما خلف ابنك طلع عقيم شى تسوي؟ شى استفاديت؟ دو الله شى استفاديت؟ ها 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 فكر فكر غبي يريد يتخلط بالتاريخ وابنك رح يطعم عفن شى متوقع من ابنك شى رح يصير؟ فعلى فكرة هاي التفرقة اللي تسويها بين الولد والابنية اكبر حرام وبعدين البنية من توقع بالغلط كلها تتكوم عليها ويلوموها هو منو خليها توقع بالغلط لوما معاملتكم؟ مشكلة الاهل ما دي يشوفون الصورة كاملة وانتو لو تحللون السالفة وتشوفون شنو المشكلة اللي خلت بدكم توصل ليش مرحلة شانو ان صدمتو يعني اضرب لك مثال تخيل ابنك راسب وحيانا من تباوه على السبب الاعتيادي وتشوفه ليش راسب تلقاه مهمل هامل دراسته هو هذا السبب اللي تشوفه تشوفه ان هو مدى يدرس واذا تبحث وتشوفه ليش مدى يدرس راح تلقاه تلعب ببجي مرح تبحث عالسبب وتشوفه ليش دا يلعب ببجي وهامل دراسته وليش دا يفضل هاي اللعبة على دراسته راح تلقى السبب ان هو مدى يفكر بمستقبله وما خايف على مستقبله اللي دا يضيع قدامه مرح تبحث وتشوفه ليش ما خايف على مستقبله وعادي عده يروح قدامه راح تكتشف انه انه السبب فمعتمد عليك اعتماد كلي بحياته وميعرف راح يجي يوم انه انه ما راح تظل عايش له بيه وانه انه ما تحاسبه غير بس بوقت الغلط على الغلط على الغلط نفسه مع العلم هذا الغلط بسلسلة وراء طويلة قاعدت تفهم؟ ما زارع بداخل الضمير وعالف مرة يقول لك هذا الضمير اعتمال حتى يفيدك انته اذا تجرع بابنك الاحساس والمشاعر وتعلم شلون يحس والثقفة ثقفة فكريا مو دراسيا راح حتى بالمستقبل يوقفوا ياك يعنى كوكوما اولاد قلبهم حجر على ابوهم ومهم وبسبب ابوهم ومهم ما زارعين هذا الشي بداخلهم وانا مدى برر لك تحترم امك وابوك لو يشبعوك كتل تحترم امك والله وصب هذا الشي يا حبيبي كا سوي الله وصب هذا الشي الجنة تحت اقدام الامهات ابوك ومك ممكن يفوتوك للجنة فهوما يغلطون اياك هو ابوك ومك حتى لو هما غلط ما اقول لك انهما معصومين بس انهما راح يفوتوك للجنة طب معاملتك ويام يفوتوك للجنة يالله فرح ابو الجبار يعني ما احرض الاولاد على اهلهم مستحيل وصدقوني هذا الحد شي ما احد حدش به ما راح تلقوا لاب كتاب لاب موقع لاب منتدى لاب ويب سايت لاب كتاب ما تلقوا ناسنا الوحيدون لكننا الافضل اللي بعده ليش من واحد يسألك إشقد عندك فلوس ما تجاوبي هذا مشكلته يعني هي هي مشكلتك بالحياة تريد تعرف اشقد عدي فلوس زين سوال تشعليك عجيب هذا العالم يعني إنت مشكلتك تريد تتدخل بخصوصيات العالم هي هي مشكلتك عندك مشكلة بحياتك مادا أقدر تدخل بخصوصيت هذه عني تتعرف اشقد عنده فلوس هي 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 مشكلتك الناس تموت عالتدخل بالخصوصيات ماشوفون هذول المشاهير اللي طاشين على لا شيء طهشين بسبب خصوصياتهم اللي يصوروا بالأكل 24 ساعة واللي يصور حياته بالبيت واللي يصور طلعاته المال هداعي والناس تابع حيش ناسه متونسة لأن يموتون على التدخل بالخصوصيات يعني تدرون انه أنا كوما أسافر بس انته ما تدرون انتو تدرون أنا شقدر أسوي شغلات بس ما أصورها لأنها حياتي تريدني بكل مطعمة طب أصور لك أنا موهيش أنا يوتيوبر ومحتوية أنت تعرفة ما أحب يكون محتوى يا هاي السوالف فأنت من حقك تشوف بس المحتوى مو من حقك تشوف آنش دا أسوي بالبيت المفروض ما نتابع أي واحد 24 ساعة بس يصور بيها مطعم طبيت وشنو أكلت وشوف وش نزلت أو هذا عزمني مشكور ورح تبيه تفلان هو ذن الفنانات حرفيا كل شي ماكو يصور أن السنابات أكثر من ما يقدمن محتوى برمضان أو مسلسلات أو أي شي ما يقدمن شي سولاه في تسوي إعلانات أكثر من ما تمارس مهنتها شهد الشمارة ملتهية بعرسها والناس يجي ملمومين على هالزفة هاي شبيكم صدق تحشون وإن المحتوى والعالم كيفة كيفة بيهم مثل هذا مستغرب مستغرب مشكلة عدة ما أعرف إش قد عدة فلوس على اللاوي عجيبة عجيبة عدة ما يعرف إش قد بمحفظتي عجيبة لأن متعلم فإذا ألاقي يصورون حتى محافظهم شوف إش قد شايل اهتموا بالمحتوى الهادف اللي يفيدكم شو بيك بالخلفية الصفره بعد دي ترميم كاملة لازم يكون بعدك وإضاءات وراي فراح تكون الخلفية الصفره متنور بنات شون تشين شون صحة أريد يعني أحكي لكم شغلة بس معرف بس كل اللي أقدر أقولها إلتشين سيميش بيدش ما حدي في يدش آخ راح نفسي يلا كنت على بوشنكي شايدك قاعد هنا روح خليت جلدوك وتموت مثل كل مرة يلا بابير إنت تعرف شنو إنت اللي تلعب باب جي إنت سمعت منها شت طلعت منها ذبيته هذا كلامي كله بخ بالشط على فكرة من كثر المشاكل اللي صارت توصلني على الخاص أحس نفسي رح يصير عندي اكتئاب حرفيا قيمت حتى ذا ما صور حلقة ما المشاكل المتابعة المشاكل تجيني بالخاص ما توقف يومية وهذه الرسالة أريد أوصلها لكم لا تتعلمون داما تشكون همومكم للناس لأن الله موجود يسمعك شوقت ما تريد وينطيك حل وينقذك يعني هو خالقك وعده قدرات آني ما عندي عنده قدرات يغير حياتك كلها فداما تقرب من رب العالمين ولا تشكل غيره لأن الشكوى لغير الله مذلة ستقولني من راح تشكون الرب العالمين راح ترتاحون أكثر مما تشكوني يعني أوكي شاركوني مشاكلكم بس أشوف ناس متعلمة يعني قامت أي شي صار عدة تكتب لي أي شي صار عدة تفضلي ما بيشي أنه أنه إحنا نتشارك بمشاكلنا ونقعد نحلها ونسوي فيديو واحتمال تستفادون منه بس دائما إذا تريد تشتكي يشتكي الرب العالمين تشكوا قاعد لي هسه يلا قوم بابا منه سيميج بيتج ما حد يفيدج يلا بابا يلا يلا حتى لساني نشف صار خشبة شقدحت يوني آه خلي ساعد أمي منه أوقف على راسها بالمطبخ شقدس أوليف آي أمي خلي ساعدت إنتي تخربين علي تكيفين منه جي أمي والله العظيمية تصيحني ومنه أضلح شي تدوخ مرات أقول لأمي تعالي خلس سواني يجبديو ما تقبل ما تقبل ما عرفيش تستحي تقول لي أستحي من العائد ستستحيين ما عاردي جيك شكي جي نسوي هنا تعالوا تخافين غلوبك الدماغي قلت سواني ها فيديو ما المعلومات تقول أستحي بس تجذب تخاف له معلوماتي تتغلب على معلوماتها عندما يتغلب الطالب على الأستاذ تخيل سي مجبيدش ما حدي يفيدش